أوقفت السلطات الروسية تمويل العيادة الوحيدة في بلدة تشيتشورينو الروسية النائية بسبب الأزمة الاقتصادية ما بات يهدد بإقفالها على رغم الحاجة الملحة إليها بالنسبة لسكان القرية وغينادي فينوغرادوف أبصر النور في هذه البلدة قبل سبعين عاما وجل ما يريده اليوم هو الموت بكرامة في مسقط رأسه شأنه شأن الآخرين من سكان القرية إن تم إقفال المستوصف لن يكون هناك من يساعد هؤلاء الناس الأطفال كما العجز سيكون من الصعب بالنسبة إليهم الوصول إلى طبيب على بعد ثلاثين كيلومترا والذين يعملون هنا سيخسرون كذلك وظائفهم وفي حين يشعر سكان العاصمة بدرجة أقل بتبعات الأزمة الاقتصادية التي تهز روسيا تواجه الكرة المعزولة مثل تشيتشورينو مشكلات متزايدة ناجمة عن تراجع الخدمات المقدمة من جانب الدولة ويقع المستشفى الأقرب من البلدة على مسافة أكثر من ساعتين بالسيارة علي أن أواصل علاجي سأموت بالتأكيد من دون مستشفى سيرتفع ضغط الدم لدي وأفارق الحياة وحذر الخبراء من أن المحاولات الإصلاحية الأخيرة في قطاع الصحة الذي تشهد ميزانيته تراجعا مضطردا قادت إلى ازدياد معدلات الوافيات خصوصا في الكرة الصغيرة ولدى البالغين والأشخاص المسنين